موضوعنا اليوم إن شاء الله مدخل العلاقات الأسرية واجتماعية الوحدة الرابعة والمستوى السادس النظام الفصلي والنظام الإداري طبعا هنا نتحدث عن الأسرة في المجتمع الإسلامي بالنسبة على مستوى العالم طبعا الأسرة تختلف بحسب الديانات والعادات الاجتماعية لكن نحن هنا نتحدث عن الأسرة في واقع الدين الإسلامي عن إشأتها وأنواعها وحديثنا كذلك عن أهمية هذه الأسرة إلى آخره رح نتحدث عنها بعد قليل ونقول بسم الله مفهوم الأسرة طبعا مفهوم الأسرة يختلف كما قلنا لكم تبعا للعوامل المؤثر فيه أو الدين الذي ينطلق منه بالنسبة لنا في الإسلام نقول أن الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع هي الخلية الأولى في بناء المجتمع بمعنى أن هذا المجتمع عندما أتي إلى هذا المجتمع وقوم بتجزئته إلى خلايا صغيرة سأجد أن أصغر خلية فيه اللي هي الأسرة الأب والزوجة وأبناء هذه هي عندما تجتمع مع بعضها هي تشكل هذا المجتمع إما مجتمع إسلامي أو مجتمع غير إسلامي بحسب العادات التي ينطلق منها لكن نقول أن تجزئة هذا المجتمع إلى خلايا صغيرة سيكون في بناء ما يسمى به الأسرة فكل مجتمع من المجتمعات يتكون من عدد من الأسر التي تنظم حياته وتسير أمورها وتحقق حاجاته وميوله وعاداته وتقاليده بمعنى أن حاجات هذا المجتمع الإسلامي تختلف عن حاجات المجتمع غير الإسلامي وبالتالي عملية بناء هذه الأسر وبناء هذا المجتمع سيحقق لي في النهاية عندما أبني هذه الأسرة ستحقق لي أهداف أكبر على مستوى الدولة الميول هذا المجتمع وعادات هذا المجتمع نحن لدينا عادات إسلامية ونجدها تنطلق من هذه الأسر وبالتالي هي شكلت التقاليد والعادات الاجتماعية لهذا المجتمع التقاليده والإنسان كائن اجتماعي بطبعه بمعنى أن الإنسان لا يمكن أو لا نقول لا يمكن لكن من الصعب أن يعيش بمفرده فحتى مستوى الشخص لما تجد الشخص دائما منعزل قد يشار له أن هذا لديه مشاكل نفسية لكن الإنسان عامة بطبعه هو إنسان اجتماعي ينخلط في المجتمعات ويعيش فيها ويزاوي انشطته داخل المجتمع والفرد لا يستطيع أن يعيش في معزل عن الآخرين كما قلنا لكم أن الإنسان أو الفرد داخل هذا المجتمع لا يمكن أن يعيش لوحده لذا فهو بحاجة إلى التفاعل وبناء علاقات مع المحيطين به بمعنى أنت داخل هذه الأسرة تجد لديك علاقات مع الأب له علاقات مع أبناء والأبناء مع أبائهم كذلك لديك علاقات مع جيرانك مع زملائك داخل حدود المدرسة لديك كذلك مع أقاربك مع المجتمع هذا حتى لما تسافت خارج الوطن وتجد أحد من بلدك فتجدك تنجذب وتميل مباشرة إلى هذا الشخص من أجمالها هي تفاعل وعلاقات مع المجتمع المحيط بك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله علم خبير أي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر بهذه العداد الهائلة والعراق المختلفة والديانات كذلك طبعا نحن نتحدث عن الدين الأساسي والذي يحاسب الله سبحانه وتعالى هو الدين الإسلامي جعلنا الله سبحانه وتعالى بهذا الاختلاف لا لنتفاخر على بعض أو نجعل هناك طبقية أو مناطقية أو قبلية هو إنما للتعارف والميزال عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويعد الزواج أقوى الروابط التي تؤدي إلى تأسيس الأسر وتبنى عليها مكونات هذا المجتمع بمعنى أن أي علاقة خارج نطاق الزواج في الدين الإسلامي هي علاقة محرمة في المجتمعات الأخرى لديهم علاقات خارج نطاق الزواج وهذا ما أتى الدين الإسلامي وحرمه وجعل عقوبته مشددة لكن نحن كمسلمين لدينا روابط الزواج وهذا من أجل وأسمى الروابط بين الذكر والأنثى فأول أسرة في التاريخ البشري هي آدم وحواء الله سبحانه وتعالى من خلق حواء من آدم وقال الله سبحانه وتعالى في حديث عن أبي عباس رضي الله عنه أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية أي أنثى فكان يزوج غلام هذا البطن جاريتها هذا البطن الآخر ويزوج غلام هذا البطن الآخر حتى حدث التكاثر وأصبح البشرية الآن يوفقون السبعة مليار كل ذلك طبعا عندما خلق الله أول أسرة في العالم والتاريخ البشري هي ما بين آدم وعليه السلام وحواء ناشئة الأسرة الأسرة طبعا تكون من عندنا الأسرة وتكون لي العائلة ثم تكون العشيرة فالقبيلة فالشعب فالأمة فهذه الأسرة عندما تكبر وتتسع وتزيد دائرتها تكون لي العائلة عائلة ألفلان مثلا هذه العائلة مع العوائل التي انتمونها في النهاية إلى جد واحد تجدهم مكونون العشيرة هذه العشائر مع بعضها تكون ونسمى بالقبيلة ونحن في العالم العربي يكثر لدينا مفهوم القبيلة هذه القبائل عندما تجتمع مع بعضها تكون لي الشعب وهذا الشعب تكوني مثلا دولة معينة لما يأتي فكك هذه الدولة إلى أجزاء ستجدها في النهاية تنتهي بالأسرة الشعوب هذه مجتمعة مع بعض تكون لي الأمة العربية أو الأمة الإسلامية عندما تتحد مع بعضها أساسها ونواتها هي الأسرة لذلك وجب الاهتمام بتكوين هذه الأسرة هو الدين الإسلامي عندما أتى حث على اختيار الزوجة الصالحة وكذلك حث على اختيار الزوج الصالح جعل حقوق للزوج وحقوق للزوجة حقوق الأبناء على أبائهم وحقوق الأبناء على أبائهم كذلك اهتم بهذه الأسرة من ناحية وجعلها مهمة ونزلت فيها أكثر من آية لماذا؟ لهمية هذه الأسرة في تكوين المجتمع الإسلامي وفي النهاية تكوين الأمة الإسلامية لاحظوا معي هذا الشكل يعطينا تصور لتكون الأمة نقول مثلا الأمة الإسلامية فنواتها كأسرة التي هي آدم وحواء وأبناءهم بعد ذلك أصبحت العائلة هذه الآن أصبحت عائلة وهذه عائلة وهذه عائلة وهذه عائلة العوائل هذه كونت ما يسمى بالعشيرة هي مجموعة من العوائل هذه العشاق إذا اجتمعت مع بعضها كونت لما يسمى بالقبيلة ما يسمى بالقبيلة هذه القبائل المجتمعة تكون للشعب كدولة معينة من الدول في النهاية تكون لي ما يسمى بالأمة كل هذه المجتمعة تسمى الأمة سكان الأرض في النهاية كل هذه الأمم تشكل لي سكان كرة الأرضية يقدرون الآن بحدود ما يفوق السبع مليار وكأحصائيات أولية في بداية يعني قبل مئة سنة أو أزود من ذلك كانوا يتجاوزون طبعا مليار والنصف ثم أصبح بعد ذلك زيادات مع التقدم الصحي والتطور قد يكون كذلك عملية إقامة عددات سكانية لم تكن بيترك الشكل الجيد وبالتالي ظهرت الأعداد بهذا الشكل لكن الآن الأعداد قريبة للصحة تفوق 95% وبالتالي أعداد السكان الآن هم يمثلون سكان العالم وهي عبارة عن أمم هذه الأمم تقسم إلى شعوب الشعوب هذه القبائل قبائل هذه عبارة عن عشائر العشائر عبارة عن عوائل أصغر جزء فيها اللي هي الأسرة بعد ذلك ومع تقدم الزمن واستمرار التزاوج بين أبناء آدم أسست الأسر ثم تعددت واتسعت نطاق المجتمع فأصبح هناك عشائر واستمر هذا النطاق إلى أن كون للقبائل وكان شريعة الله أن ذاك تحكم العلاقات الأسرية بين أبناء هذا المجتمع الإنساني فنظمت العلاقات القائمة على الجوار والتعايش والمخالطة وطبعا أصبحت العرافية السائدة والتي تحكم العلاقات بين أفراد المجتمع طبعا أنا وأنت وجيرانك وحيكم هؤلاء تجدها بينهم علاقات اجتماعية هي في النهاية تكون ما يسمى بالتقاليد الاجتماعية وتجد شعب معين بسمات معينة تستطيع أنك تعرف على هذا الشخص أو على هذا الفرد من أي مجتمع مجتمع إسلامي غير إسلامي مجتمع عربي غير عربي من دول الخليج أو من دول عربية أخرى من خلال هذه التقاليد الاجتماعية ثم العادات التقاليد المتوارثة تشكل إلى جانب الشرائع السماوية الإطار العام الذي يحكم العلاقات الأسرية بمعنى أننا لا نأخذ فقط العادات الاجتماعية الموجودة داخل المجتمع وإنما هناك إطار أعم منها اللي هو الشريعة الإسلامية فما اختلف مع الشريعة الإسلامية فلا يوخذ به ما توافق مع الشريعة الإسلامية وأتت بالحث عليه فيوخذ به مثال عندما جاء الدين الإسلامي كان هناك عند العرب إكرام الجار والشجاعة والكرم والوفاء بالعهد هذه الأمور قرها الدين الإسلامي واستمر أمور أخرى لا عدم وجود ميراث بعض العادات اللي كانت سائدة في ذلك الفترة ويتخال في الدين الإسلامي رفضها الدين الإسلامي ولم تعد موجوده ويقول ابن خلدون وهو أبو علم الاجتماع وقد أكد بخلدون عن دورة التفاعل المتبادل بين المجتمع الإنساني وما ينتج عنه من تكوين علاقات اجتماعية كما أكد على ارتباط تقدم المجتمع وتخلفه بفاعلية الجماعة بمعنى أن هذا مجتمع يصبح مجتمع متقدم مجتمع متطور من ناحية تفاعله التفاعل بين جماعات هذا المجتمع ونمط الاتصال فيما بينها عملية التواصل بين هذا المجتمع إذا كان التواصل جيد وممتاز سيصبح هذا المجتمع متطور ومتقدم والذي يشكل في النهاية العلاقات التي تسهم في البناء الاجتماعي دائما إذا حدثنا ذلك داخل المجتمع انقطاع أو عدم تواصل جيد بين طياف هذا المجتمع سيؤدي إلى تفكيك روابط الاجتماعية داخل هذا المجتمع وبالتالي يسهل اختراق هذا المجتمع ويعني نأتي إلى مرحلة تكسير هذه النواه الخلية للأسرة والقضاء عليها أو بث أفكار مخالفة أو معادية وهذا نشاهد على مستوى العالم فالعلاقات الاجتماعية هي السلوك والمتبادل بين الأفراد والجماعات في المواقف والمناسبات المختلفة خلنا هنا أتذكر أنه الموقف اللي نحن نعيش فيه الآن حمان الله وإياكم من فايروس كورونا عندما أمرت الدولة حفظه الله بالتزام البيت وعدم الخروج منه لاحظنا أن المجتمع التزم بهذا الأمر إذن هنا فيها فيه تفاعل بين أفراد المجتمع ويشكل فينا جماعة جماعة هذا المجتمع هذه العلاقات ما بينها أدت إلى الالتزام بعدم الخروج وتنفيذها قارب بعدم الخروج من المنزل حفاظا على صحة هذا المجتمع وعلى الأمن الصحي لهذا المجتمع وهي شكل من الارتباط الرسمي أو غير الرسمي أو التفاعل الدائم أو العابر بين الشخصين أو أكثر أحيانا يكون بينك وبين زميل دراسة معينة دراست مع السنة السنة ثين بعد ذلك صار فيه انقطاع وأحيانا لا يستطيع أن هناك تواصل حتى على مستوى الجامعة وما بعد الجامعة حتى على مستوى الأسر هناك عوائل بينها تواصل دائم هناك عوائل يعني فيه انقطاع في ذلك والدين الإسلامي أتى بأهمية صلة الرحم وجعل علق الواصل الرحم بعشر رحمان فمن وصله فوصله الله ومن قطعه الله وأكثر طبعا تنظيم خلال الشرع أو القانون أو العرف الشرع والدين الإسلامي قانون أحيانا قد يكون هناك أنظمة طبعا لا تختلف مع الدين الإسلامي يلزم بها أفراد المجتمع أو العرف السائد بين المجتمع أو من خلال اتفاقيات متبادلة أو التضامن الاجتماعي أو تفاعل العمل المعتادة أو أي نوع أخرى من العلاقات الاجتماعية وتعد العلاقات أساس المجموعات الاجتماعية والمجتمع ككل إذن نحن كمسلمين لدينا علاقات اجتماعية وتفاعل من خلال هذه الأسرة من خلال عملية الاهتمام باختيار الزوجة باختيار الزوج كذلك لدينا عملية اهتمام حتى من ناحية تسمية الطفل وهو صغير وكذلك تسمية الأبناء في عملية العدل ما بين أفراد هذه الأسرة في عملية كذلك الانفاق في عملية التعليم كل هذه إذا نشأت هذه الأسر في مجتمع جيد وفي كذلك مناخ جيد مناخ اقتصادي مناخ اجتماعي ديني حافظت على قيمنا وعاداتنا سنكون من نهاية مجتمع صالح مجتمع كذلك يعني يشار له بالبنان ويصعب على على أحد اختراق هذا المجتمع ومن خلال طبعا مشاهدة التاريخ الإسلامي لو رجعنا مثل تاريخ المملوكي أو العثماني أو تاريخ سعودي دول السعودية الأولى والثانية ونحن الآن في الثالثة سنشاهد أن هناك تعايش بين بين أفراد هذا المجتمع سواء من ناحية الأديان المختلفة أو من ناحية التعايش بين أتباع المذاهب المختلفة فرعا لو أتينا مثلا في دولة المماليك أو الدولة العثمانية بحكم اتساعها فكان لديها مجموعة من الديانات داخل يسموهم الذمين داخل هذه الدول كمسلمين وغير مسلمين كيف نرى عملية التعايش فيما بينهم فيما بين هذه الطوائف لما نأتي للمملكة العربية السعودية ولله الحمد كل طبقات المجتمع وأطيافه مصهرة تحت قيادة واحدة وكذلك متعايشين بأمن وسلام كذلك من ناحية المذاهب سوى من ناحية المذاهب الدينية هناك فيه تعايش فيه سلام وفيه أمن واطمأنينة وكذلك عدم وجود عداء ما بين هذه المذاهب هذا يقودنا إلى إلى الأساس اللي هو تكوين هذه الأسرة وبالتالي التكوين كان جيد نبذ كثير من من التصرفات ومن الأعمال التي تخالف الشرع الإسلامي وكذلك تؤدي إلى أحيانا قد تصل إلى انهيار هذه الدولة ولاحظوا لما تشاهد المجتمع أو المجتمعات قريبة مننا أو البعيدة مننا في دول أخرى ستجد أنه أحيانا استغلت مثل هذه النقاط من ناحية اختلاف الهديان أو اختلاف المذاهب وبدأت إثارة نسميها الطائفية بين هذه الشعوب ستؤدي إلى التقاتل والحروب وكذلك انهيار هذه الدول ولأن مثلا في الحرب الهلية التي وقعت في لبنان قبل 40 سنة تقريبا هي إثارة للطائفية داخل الشعب وبالتالي أدت إلى التقاتل والتناحر بين ابناء هذا الشعب إذن الدولة عندما نجزعها إلى أجزاء صغيرة هي تتكون من هذه الأسرة وبالتالي يجب علينا أن نعنى بها بإنشاء هذه الأسرة وكذلك اختيار الزوج والزوجة إذن موضوعنا اليوم هو يتحدث عن الأسرة من حيث أهمية هذه الأسرة لأنها هي التي تبني المجتمع لا يمكن أن نجد دولة بدون شعب والشعب هذا لما نجزعه إلى أجزاء صغيرة سنصف النهاية إلى هذه الأسرة وبالتالي لا بد أن نهتم بتكوين هذه الأسرة تكوينا اجتماعيا تكوينا دينيا تكوينا اقتصاديا من ناحية كذلك المستجدات من ناحية الأمن الفكري الآن الأمن السبراني إلى آخر من ذلك كل هذه الأمور التي تتخذها الدولة كلها حفاظا على هذه الأسرة لأن الأسرة هذه ولل يعني قد تصل أحيانا مراحل مرحلة الانفصال بين زوج وزوجه فهذا الطلاق الذي طبعا شرعه الدين الإسلامي حيانا قد يكون مضاره على الأبناء أكثر وبالتالي يعني انفصال وتفكك هذه الأسر وهناك أحصائيات طبعا تابعه لوزارة العدل ممكن تتفاهدون فيها من ناحية كم حدث لدينا من زواج خلال العام الماضي وكم حدث من حالة طلاق خلال العام الماضي وتقارنون الفرق وكذلك البحث عن أسباب هذا الطلاق وحل كثير من المشكلات التي أدت إلى هذا الطلاق إذن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الشعوب جعلها جعلها طبعا للتعارف ما بينها ونوعهم لعمل التعارف وليس للتفاخر أو ناتلة قبلية أو مناطقية أو يعني التفاخر من ناحية الغني والفقير أن أكرمنا عند الله سبحانه وتعالى هو الميزان التقوى وبالتالي هذه الأسرة تبنى على كتاب الله وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أهم رابط في هذه الحياة هو رابط الزواج وأول أسرة في الدين الإسلامي أبو بالدين الإسلامي وإنما على مستوى هذه الأرض كان بين آدم وحواء وبعدها بدأت تطور هذه الشعوب أبنى نوح عليه السلام سام وحافظ ويافظ وكذلك سام وحام ويافظ هؤلاء الثلاث هم أبناء أو الذين تسلسلوا منهم القبائل الأخرى سواء العرب أو الروم أو الزنوج وبالتالي لما نأتي إلى الأجناس البشرية سنجدهم المغول والقوقاز وكذلك الأفارقة أو الزنوج نشأت المجتمع المجتمع طبعا هذا تكون كما قلنا لكم من نواة صغيرة التي هي الأسرة هذه الأسرة كونت عائلة لدينا هنا مثلا أربع عوائل بعد ذلك هذه العوائل عندما تجتمع مع بعضها تكون للعشيرة هذه العشائر عندما تجتمع تكون للقبيلة وهذه القبائل عندما تجتمع مع بعضها تكون للشعب والشعب هذا عبارة عن أمة أما أمة عربية أو إسلامية أو أي أمة على مستوى العالم نأتي إلى مثلا الصين نأتي إلى اليابان إلى الروس إلى الألمان أو الجرمان إلى لما نأتي إلى المجتمع الأمريكي المجتمع الإسترالي كل هذه المجتمعات لها عادات وتقاليد تنبع من قيمهم وثقافتهم وتبنى عليها كذلك الأسر نحن كمسلمين ننطلق في عملية بناء هذه الأسرة من الدين الإسلامي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمشاهد طبعا عندما يقرأ خاصة في كتاب بن خلدون وهو الذي يعد مؤسس علم الاجتماع يلاحظ أنه يقول هناك أن التفاعل بين هذا المجتمع الإنساني ينتج عنه تكوين علاقات اجتماعية جيدة وكذلك ينتج عنه تقدم هذا المجتمع أو تخلفه بفاعلية المجتمع معنى أنه هذا المجتمع فيه تفاعل فيه نشاط فيه حيوية فيه فيه توجه إلى التعلم إلى التطوير إلى الانضباط إلى الأخذ بالنظام إلى أن يكون صف واحد اتحاده ما بينه سيقود هذه هذه الشعب وهذه الدولة إلى التطور والتقدم إذا كان هناك يعني تخلف في هذا المجتمع إما من ناحية عدم اتصال جيد أو خلاف داخل هذا المجتمع سيؤدي لتخلف هذا المجتمع وعدم تطوره وبالتالي سيكون في ذيل الأمم فالعلاقات الاجتماعية هي السلوك المتبادل بين أفراد المجتمع والجماعات والمواقف في المواقف في المناسبات المختلفة وهذا يقود إلى الأخذ بقيم الدين الإسلامي لأن نصبح دولة أو نسمي أمة إسلامية ننصبغ بثقافة الإسلام والأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك عندما تلاحظ على مستوى الشعوب الشعوب التي يسهل اختراقها وكذلك بث الأفكار السيئة داخلها عنصرية وطبقية ومناطقية إلى آخره هذه الأفكار تؤدي إلى تفكيك المجتمع وبالتالي قضاء على هذه الأسرة نحن في المملكة العربية السعودية وللحمد مجتمع متكاتف مجتمع واحد مجتمع يد واحدة مع قيادتنا لذلك صعب كثيرا على أعداء هذه الدولة أن يبثوا سمومهم وأفكارهم ويقوموا بتفكيك هذا المجتمع ونسأل الله سبحانه وتعالى نرد كيدهم في نحورهم وأن يحافظ على أمننا والاجتماعي وكذلك أمننا الغذائي والصحي وأن يبقي هذه الدولة إلى ما شاء الله وأن يجعلنا في مصاف الدول مستقبلا بيدكم أنتم يا أبناؤها سنصل إلى إن شاء الله إلى ما نريد وينطلق ذلك من حيث اجتمامنا بهذه الأسرة وبتعليمها وبتقويمها والحفاظ عليها لأن هذه الأسرة هي التي تكون المجتمع هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر